على أي حال هذا السؤال موجه لإلك بغض النظر أكم سن أنت مقيد مكبل بأصفاض وأغلال العبودية يمكن أمراضك وتعبك بسبب خطيتك وإنت عارف هذا الشيء أنك أنت عم تتساهل بحياة الخطيئة أنت عم يعني في خطيئة في حياتك غير معترف فيها والتعارف أنه عم تأذي بيتك وعيلتك بسبب مشاكلك وبسبب خطيئك أسرع طريقه للرب هو التوبة المقرونة بالإيمان يعني كلمات بسيطة مثل العشار قال اللهم ارحمني أنا الخاطئ أو مثل بطرس عندما كان يغرق كنت في حالة الغرق والانهيار والانزلاق الكامل خلاص أنت على آخر نفس فقط أملك في كل شيء بالناس وبالملايكة وبالقديسين وبالله وبنفسك وبالخدام وبالكنيسة بكل الدنيا فقط رجاءك في باب مفتوح وهذا الباب وباب السماء باب الرجاء هذا الباب الله يسمع الله يستجيب بقول الله بيسمع الأنين فنزلت لأنقذهم أدعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني بالنسبة لهذا الإنسان الناس المتدينين كان كل همهم يدافعوا عن الدين مش منشوف هاي الحالات كل همهم حتى مش مهم هذا الإنسان يموت وأن النفس ثمينة وغالية تموت بقوله بمية داهية ولكن بالنسبة للرب هاي النفس أغلى من كل هذا العالم فإذا نفسك ثمينة نفسك غالية والسؤال ما زال موجه أتريد أن تبرأ لتلقي همك ولا تزنب الناس ولا تلوم الآخرين ولا تتكلم عن العثارات وأنا كنت هاد الخادم كده وهاي الكنيسة كده سؤال مباشر أنت أتريد أن تبرأ هذا الجواب يتطلب جواب حكيم أو بالأحرى اكتشاف عظيم إعلان إلهم كل بساطة تيجي بالتواضع تقول لي يا رب أنا جاي وفعلا حررني من القيود حررني من الشهوة حررني من الزنا حررني من الخطيئة حررني من النجاسة حررني من الإدمان حررني من كل الخطايا اللي بمارسها وبعدين الرب بيشفيك قول لي يا رب تعال اشفي جسدي وأنا بصلي في اسم الرب يسوع يمد يمينه الآن يلمس كل جسد ويشفي كل نفسية تعباني والرب يسترد كل مسلوب ويحول كل لعنة إلى بركة وبصلي من هذا الوقت باب السماء مفتوح أمامك أتريد أن تبرأ بحب أسمع منك الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر